اشتركوا في القناة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي وسائل أعلامية فلسطينية أفادت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة شمالي القطاع مما أسفر عن مقتل سابعة بينهم ثلاثة أطفال وإصابة آخرين مضيفة أنها قصفت منزلاً آخر في حي الزيتون ما أسفر عن مقتل ثمانية بينهم مرأتان وأربعة أطفال إضافة لمقتل خمسة أشخاص بقصف على حي تل الهوى وفي وسط القطاع أكدت المصادر مقتل ستة فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلياً استهدف منزلاً في مخيم البريج في حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه انتشرت جثامين ستة أشخاص وتسعة مصابين من عائلة واحدة من تحت أنقاض منزلهم المدمر في دير البلح وفي جنوب القطاع أشارت المصادر إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين باستهدف قصف إسرائيلياً مركزاً تابعاً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وهو مخصص لتوزيع المساعدات في وسط رفح وبحسب المصادر فقد قتل وجرح آخرون في قصف استهدف سيارة جنوب مدينة خان يونس إضافة لقصف مدفعي آخر استهدف خيام نازحين غرب المدينة بينما تم انتشال جثامين ستة قتلى بقصف سابق شمالي المدينة فيما قتل شخص وأصيب آخرون بقصف طال وسط مدينة رفح اشتركوا في القناة